أعلن الناخب الوطني وليد الريكراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لائحة اللاعبين المقرر توجيه الدعوة إليهم لخوض نهائيات كأس إفريقية للأمم شهر يناير المقبل في دولة كودي فوار وذكر الناخب الوطني ضمن ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بمدينة سلا أن الأمر يتعلق بكل من الحراس ياسين بنو ومنير المحمدي والمهدي بن عبيد والمدافعين رومان سيس ونيف أكرد وأشرف حكيمي ونصير مزروي ويحيى عاطية الله ويونس عبد الحميد وشادي رياض وعبد الكبير عبقر ومحمد الشيبي كما اخترى الريكراكي لاعبي وسط الميدان أمير ريشاردسون وسفيان أمرابط وأسامة العزوزي وياسين أملاح وبلال الخنوس وعز الدين أونحي وإسماعيل صباري وأمين حارث واستقر على الاستعانة بالمهاجمين يوسف النصيري وأيوب الكعبي وطارق تسودالي وحكيم زياش وأمين عدلي وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفل جديد بالذكر أن حضور أسد الأطلس خلال كأس إفريقيا المنظمة بين الثالث عشر من يناير والحادي عشر من فبراير المقبلين يرتبط بالمجموعة السادسة خلال منافسات الدور الأول إلى جانب منتخبات الكندو الديمقراطية زنبيا وتنزانيا ترجمة نانسي قنقر